للمرة الأولى تنفذ إيران هجوما مباشرا من أراضيها على إسرائيل في خطوة أثارت ردود فعل متباينة عربيا ودوليا الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائيل أدانت الهجوم الإيراني ووصفه الرئيس جو بايدن بغير المسبوق ولم تخفي دورها في مساعدة تل أبيب على اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية واشنطن أقرت بأن تقدم الصراع خلال الأيام المقبلة غير واضح بعد الضربة الإيرانية وشددت على موقف سابق هدفه منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوترات لا نعرف المزيد حول تطور التوتر بين إيران وإسرائيل كان رئيس بايدن واضحا للغاية نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران ولا تصعيد التوترات في المنطقة وكل ما نفعله يهدف إلى تحقيق هذه النتيجة الموقف البريطاني تشابه إلى حد كبير مع الموقف الأمريكي فالطائرات الملكية شاركت في صد الهجوم وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه سيكون من الصعب تقدير التداعيات على الاستقرار الإقليمي لو كان الهجوم الإيراني على إسرائيل ناجحا الاتحاد الأوروبي بمؤسساته كافة أدان الهجوم ورأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن التصعيد الإيراني غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي التحذير من اتساع الصراع إقليميا كان رسالة الأبرز من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن باريس حريصة على أمن شركائها بما في ذلك إسرائيل بينما دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالهدوء بهدف تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة والوقف الفوري للأعمال العدائية عربيا ركزت التصريحات الصادرة على أهمية خفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيدا من التوترات فيما لم تغيب الأوضاع المأساوية في قطاع غزة عن البيانات الصادرة مصر اعتبرت أن التصعيد الخطير على الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأنحذرت منه القاهرة مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في حين أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ تجاه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ودعت لوقف التصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات تفاقم التوتر في المنطقة وشدد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني على أن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والبدأ بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو سبيل وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة مخاوف أثارتها دول عربية وغربية من اتساع رقعة الصراع بعد الرد الإيراني فهل تعيد إسرائيل الكرة لتزداد المنطقة اشتعالا؟